محمد رمضان بيعلن ترشحه لجائزة افضل فنان في افريكيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأعنى وسهلا بحضراتكم على قناتكم نجوم سودان أعنى لفنان محمد رمضان منذ ساعات قليلة جدا ان هو بترشح لجائزة افضل فنان في افريكيا وافضل تعاون وافضل فيديو كليب وافضل 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 والكبر ما شاء الله واجده طالع السماء وكمان بيطلب من جمهوره بالتصويت لي علشان يحصل على الجيزة دي ومحمد رمضان شارك مع جمهوره فيديو لي عبر حسبه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام وكتب عليها لكل محبي مارو ومحمد رمضان لقد تم ترشيح محمد رمضان لجائزة افضل فنان في افريقيا وافضل تعاون وافضل فيديو كليب اظهر تشجيعك ودعمك للفنان وظهرت في الخلفية اغنية يا حبيبي وفي وقت سابق طبعا محمد رمضان قدم الشكر الاعلامية للضالة الاحمدية اللي كانت طلعة وبتسيق للحجاب طبعا هي دي مش فرقة معها اهم حاجة ان هي تكبر محمد رمضان وتفخمه قدام جمهوره وخلاص انما غير كده سواء بقى في الحجاب او في الدين عادي ما كل الناس بقى بتخبط في الدين وفي الحجاب دلوقتي وطبعا بيشكرها بعد اشهادتها بموهبة محمد رمضان ودعمها ليه في ازمته مع عمر اديب الاخيرة واكدت كمان ان هو ان عمر اديب ملهوش قضية يتكلم عنها سواء ان هو بيتكلم عن محمد رمضان وبس وقالت ان محمد رمضان تعرض لكتير من الظلم حقيقة حقيقة بصراحة تعرض كتير للظلم احنا شفنا قضية الطيار اللي لسه تقريبا ان شغالها لحد دلوقتي والطلب منه ان هو يدفع مبلغ قطعويد للطيار وبرضو ما دفعهوش لحد دلوقتي وبقاهرة الطيار على نفسه واللي حصل له توفى ومع ذلك برضو لسه ما دفعش اي حاجة وهو ده الظلم فعلا اللي وقع على محمد رمضان محمد رمضان يعني ما شاء الله مصر كلها ظلمته احنا شايفين كل يوم عن يوم محمد رمضان بيتظلم ونضال الاحمدية اللي كانت طالعة بتقول هو ليه ربنا خلق لنا هو ازاي ربنا خلق خلق خلقنا وخلق لنا شعر ويطلب مننا نحن نغطيه ما الكلام ده مش موجود في القرآن ده الكلام ده اللي قالته نضال الاحمدية طيب محمد رمضان ما طلعش رد عليها ليه ولا محمد رمضان بيطلع يرد بس على اللي بيفخمه ويكبره بس وبيشيد بموهبته ما هو ربنا خلق لنا برضو عورة وخلق لنا مؤخرة طيب ليه ما تبينيش مؤخرتك وتبيني عورتك قدام الناس ليه بتلبسي ده كان الموضوع اللي معنا النهاردة بخصوص رشح محمد رمضان او ان هو بيعلن ترشحه مش هو اللي مرشح لا هو بيعلن ترشحه لجائزة افضل فنان في افريقيا لحد هنا بقى وصلنا نهاية حلقة النهاردة يا ريد فضلا وليس امرا ما تنساش تدعم الفيديو بلايف وتشترك في القناة لو انت مش مشترك ولو انت مشترك ما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك مننا اشعار بالفيديوهات الجديدة اول باول وكلاعدة منتظر ارا حضركم في التعليق تنتظرونا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته